لما اجي ان انا بقى اعمل واجب لما اجي اعمل واجب يعني انشئ كده واقول واجب واقول مثلا مجموعة او اقول مثلا واجب المجموعة رقم واحد تمام اضيف الارشادات بتاعتي اضيف حضرتك اضيف الارشادات وبعدين كل الاعدادات اللي احنا عملناها قبل كده من درقتين واجه في تفاصيل التقديم واقولوا لا تقديم مجموعة حيقول لي طيب كويس انت عاوز تقدم الواجب ده الى انتتخال اي مجموعة من المجموعة التلاتة حقولوا انا عاوز ايه var اعوزه المجموعة واحد ادغط عليها كده احددها وحرقها كده اوصلها اوصلها من هنا اوصلها للهين معنى ان انا وصلتها هنا ان انا حددت الواجب لهذه المجموعة لها مجموعة الواجب واحد تمام وهيبقى لهم محاولة واحدة هيبقى لهم ادوات الانتحال هيبقى نفس الاعدادات بقى ايه الاتاحة بتاعتهم احدد الاتاحة كل الاشياء اللي انا بحددها وانه احنا شفناها من شوية مع بعض بعد كده اقول له ارسال حددت المين حددت الوجب ده لمجموعة ايه ومجموعة واحد ممكن اقوم جاي هنا وانشئ مقواجب تاني وسميه واجب مجموعة اثنين ممكن واجب مختلف خالص يعني يعني كمان يعني مقواجب مجموعة اثنين وقوم جاي بالارشادات اللي انا عاوزها أضعي الإرشادات بتاعتي واجه على النقاط المحتملة واجه على تفاصيل التقديم وقول له والله هاتلي مجموعة الواجب 2 والواجب ده المجموعة رقم 2 ومحوله واحدة وعدد الانتحال وحدد للإتاحة وقول له إرسال وابقا كده حددنا واجب المجموعة رقم 1 والمجموعة رقم 2 لما روح لمركز التقديرات لما روح لمركز التقديرات شوفوا حضراتكم بها هتجدوا ان فيه ايه دلوقتي شايفين حضراتكم في حاجة هنا كويسة يقول اللي مجموعة اللوجب واحد تمام وهنا شايفين حضراتكم ده وده عندهم شرططين يعني هم دول اللي موجودين في المجموعة هم دول اللي موجودين في المجموعة والمفترض يبقى لهم محاولات ويسلموها وياخدوا درجات اما للشر العلامة دي بقى ايه العلامة دي يات اللي أنا بقى علامها بلون الازرع دي ايه بقى معناها انه دول مش موجودين في المجموعة دول ملهمش علاقة بايه بايه دول طلبة ملهمش علاقة بايه بايه بالواجب رقم واحد تمام اللازل القدام ملهمش علاقة بايه بالواجب رقم واحد طب لو جينا بصينا بقى مثلا هنا اللي هو اه واجب اتنين هتجدوا حضراتكم ان في الواجب اتنين اللي تحت دول اللي اتنين دول هما اللي لهم ايه علاقة بالواجب طب اللي فوق دول اللي فوق دول ملهمش علاقة بالواجب اصلا لأنهم غير موجودين في المجموعة اللي مخصص لها الواجب يبقى دلوقتي لما الطالب دلوقتي يعني دلوقتي حضراتكم ده student cam student 7 student 6 موجود في مجموعة الواجب واحد أنا فتح هنا student cam 7 طب نبص كده student 7 في مجموعة الواجب 2 كويس هدخل هنا هدخل هنا كstudent 7 هجد مجموعة الواجب ايه 2 طب ليه مش موجود له هنا واجب واحد لأنه هو مش موجود في مجموعة واحد المخصصة للواجب ده ده موجود بس في مجموعة اتنين هيفتح كده هوت وييجي بقى يسلم الواجب بتاعه هيسلم الواجب بتاعه هوت هيسلم الواجب وبعدين هيرفع الملف بتاعه عادي خالص ويسلم ما فيش اي مشكلة خالص هاي سلم الواجب بتاعه وارسال اه شوف حضراتكم بقول ايه بقول جاري اقديم العمل لكافة المجموعة هل تريد المتعدل للمجموعة نعم ده ده بيظهر للطالب يعني نعم هتدخل حضراتك بقى دلوقتي كاستاذ على مركز التقديرات هتجد ايه هتجد الله ده كان السيودين تسابعة بس لا ما هو السيودين تسابعة لما بيقدم بيقدم عن اعضاء المجموعة ككل يعني حتى اللي تحته كمان اللي معاه في المجموعة ظهرت نفس العلامة كأنه كأن بقيت المجموعة قدمه كأن بقيت المجموعة ايه قدمه طب لو انا دخلت على السيودين تسابعة وبصيت على المحاولة وامتجاي كده في تقدير المحاولة تمام وامتمدلوا دراجتين من دراجتين وامتقايل كده ايه ارسال اهو هتجد حضرتك ايه ارسال اهو الرجوع الى مركز التقديرات هتجد ان كمان اللي معاه في المجموعة هو ده حصل على دراجتين واللي معاه في المجموعة كمان حصل على دراجتين ما فيش اي مشكلة خالص تمام كده الامور واضح لحضراتكم ولا في اي مشكلة لو في حضراتكم أي تساؤل قبل ما ننهي جزئية الواجبات عشان هندخل على جزئية اختبارات تمام تمام كده الأمور واضح طيب في سؤال تاني برضو في سؤال تاني حضراتك ممكن تقول لي ايه طب يعني أنا دلوقتي الطالب ده تعب وانا عاوز ادله مثلا ممكن يعني اغيره في الدرجة اعدله عادي محضراتك بتيجي من الدرجة هنا وابتدي مثلا ثلاث درجات اهو عادي يعني حتة التعديل دي موجودة مفيش مشكلة يعني بس هي بس فكرة أنا كنت بشرح لحضراتكم جزئية او فكرة المجموعات وفكرة الواجبات طيب هنشوف دلوقتي مع بعض الجزئية اه هنا بقى الدكتور احمد اتكلم على جزئية مهمة جدا قال طب اه اذا كنت قريد حسف مجموعة طب نيجي كده حضراتكم على الجزئية ديت لو انا حبيت هو كان الطالب ده في مجموعة كامل مجموعة اتنين كويس لو انا حبيت دلوقتي احزف مجموعة اتنين بعمل ايه بقوم جاي كده معلم عليها وقوم عامل حسف طب لو عملت الحسف انا هعمل حسف طبعا شوفوا بقى حضراتكم من رسالة ديت خلي بالحضراتكم من رسالة ديت بيقول لك ايه يمكنك الاحتفاظ بهذا الواجب والاحتفاظ بمعلومات ودرجات مركز التقديرات تمام يبقى انت عاوز تعمل الاحتفاظ بالواجب يعني عاوز تحتفظ بالواجب ودرجات الطلاة في مركز التقديرات ولا عاوز تحزف الواجب هي دي يعني الجزئة دي مهمة لو حزفنا الواجب عادي يعني ما فيش مشكلة كده انت هتحزف الدرجات وكل حاجة لكن انت ممكن تحزف المجموعة بس تحتفظ بهذا الواجب وبتفاصيله يبقى لما تيجي ده ده في حالة لوحدك اضطررت لكده لو جيت تحزف يبقى سيب الخيار الاول ده موجود لذلك حضرتك هتلاحظ ان السيستم هو مديلك الخيار الاول يعني ما عاوز يقولك انا بنصحك وبفضل لك الخيار الاولاني اللي انا معلم لك عليه باللون الازرق اختاره يعني ما عاوز يقولك ايه اه خد الخيار الاول ده الخيار التاني ده لو حزفت الواجب هتحزف كمان مش المجموعة بس هتحزفها لانت هتحزف المجموعة وهتحزف الواجب وهتحزف التقديرات بتاعته الطلاب يبقى لو احنا جينا كده وسبنا كده وقلنا حزف بس سيبنا الخيار الاول لو قلنا حزف اهو عمل هنا ايه حزف الايه المجموعة لكن لو رحنا لمركز التقديرات نعمل بس تنشط للصفحة هتجد ان الواجب موجود وان الدراجات موجودة لكن انت بس مجرد انك حزفت فقط المجموعة من هنا حزفت لايه المجموعة من داخل المجموعات لكن لو هنا حضرتك جيت هنا وقلت له حسف المجموعة خلي بالك بقى احنا بدي احزف مجموعة واحد وقلت له اهو جيت من هنا كده وقلت له حسف المجموعة وقلت له اوكي وقلت له حسف الواجب شوف خلي بالحضرك بقى لو قلت له حسف الواجب هيديك خيار تاني لانه هو عاوز يقول لك خلي بالك خد بالك لما يجيب لك رسالة بعد رسالة بعد رسالة رسالة التأكيد يعني عاوز يقول لك خد بالك حتى انت هتحزف خد بالك هتحذف فدايما يأكد عليك فهنا تلاحظ ايه لما جيت اقول له حسف ام عمل ايه قال لي طب خد هتحتفظ بالنتائك في مركز التقديرات ولا برضو عاوز تحذف الوجب وتحذف كمان التقديرات شوف يعني هو حريص هو حريص وكمان قم اداك الخيار الاول يعني بقولك ده انا بنصحك بالخيار الاول احتفظ كمان بالنتائك في مركز التقديرات ما تضيعاش فلو انت قلت له لا اخترت الخيار الاخير ده معنى ان انت مصمم خلاص لا ده احذفلي كمان بقى من مركز التقديرات فلو جيت كده وقلت له حسف تمام اه حذف من هنا من المجموعات ولو رحت لمركز التقديرات وقلت له هتجد انه حذف كان هنا فيه عمود هنا اسمه الوجب رقم واحد حذفه حذفه للأسف بكل محاولات الطلاب بكل درجات الطلاب ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا طبعا دي ايه مشكلة كبيرة ايه كبيرة جدا يبقى عاوز تحذف المجموعة نعم احذف المجموعة اذا اضطررت لذلك طبعا انا ما بنصحش بكده لكن لا تحذف الواجب ولا تقديراته لا تحذف الواجب ولا تقديراته طيب كده احنا الحمد لله خلصنا تقريبا الواجبات يعني شبه الحمد لله الامور كلها بكل تفاصيلها